عبد 12 مباراة حقق فيها 10 انتصارات وزوست عادولات يعني تحطثوا على كل المسابقات ولكن الدرجة عنده 9 انتصارات متتالية على مستوى البطولة بينما عودة عبدالحق بن شيخة كانت فيها بعض الصعوبات خذ عبدالحق 8 مباراة حقق زوز انتصارات 4 عادولات وزوز هزام اخر هزيمة للنيدي الافريقي كانت ضد النيدي سفيقسي 2 مقابل 1 بعدها الفريق العب 5 مباريات دون هزيمة النيدي الافريقي اذا ما زلنا ننتظر في انطلاق المباراة هنا في الملعب الاولمبي بالمنزأ بعد مشهد ملعب رادس يعني سلسلة كبيرة من التربية قلت في 15 مباراة دارت مباراة وحيدة هنا كانت في موسم 2009-2010 و14 مباراة متتالية في الملعب رادس اليوم نعود لملعب المنزأ وانطلاق المباراة في هذه الاولى انطلاق المباراة الكرة الاولى قلت لصالحة رجل النيدي الافريقي ترجع من دفاع النيدي الافريقي ايزي كيل عبد الكريم النفتي عبد الكريم النفتي والكرة تمشي مباشرة للحارس معز بن شريفية ايضا الفرصة الكرة الاولى في هذه المباراة معز بن شريفية يخرج كرة الى التميس باعتبار ثم لعب ملقى على ارضية الميدان من النيدي الافريقي اللعب ايزي كيل اول كرة واول اصابة ايزي كيل قلت ملقى على الميدان والحقيقة ننتظر مباراة هاما اليوم امامكم عبد الحق بن شيخة مدرب النيدي الافريقي الزوس في رقق في وضعيات مختلفة على مستوى البطولة نعرفه لترجع رياضي التونسي يحتل المرتبة الثانية خلف النيدي رياضي البنزرتي بواحد وثلاثين نقطة بعشر انتصارات تعادل واحد وهزيمة واحدة والنيدي الافريقي في المرتبة الخامسة صحبة النيدي سفيقسي بعشرين نقطة من خمسة انتصارات خمسة تعادلات وزوز هزيم اذا الوضعية تختلف على مستوى الترتيب ولكن يبقى الدربي دائما من المباريات الهمة يتنفذ التميس ترجع الكرة طبعا لصالح الترجي بعد اسعاف لعب النيدي الافريقي تعود الكرة لبن منصور محمد بن منصور ريسون افول والخلد المولهي ثم ايدريسا كوليبالي ايدريسا كوليبالي محمد بن منصور يحاول يخرج كرة الوسط الميدان ترجع لصالح النيدي الافريقي عبد الكريم النفط عبد الكريم النفط لامير حاج بسعود وحمز المسعد الوجوم لصالح النيدي الافريقي توصل الكرة لامير حاج بسعود التوزيع والتمر على ايزيكيل والتزديد التزديد من سيف الدين بن عكرمي عالي الكرة التزديد الاولى في هذه المباراة التزديد الاولى امامنا سيف الدين بن عكرمي صاحب التزديد الاخيرة بعد توزيع امير حاج بسعود تشاهدوا على صورة الاعادة الكرة لم ياخداش ايزي كيل بالرأس وكما جاءت السدد سيف الدين بن عكرمي فوق المرمى اول تسديدة واول فرصة في هذه المباراة بعد ما ادركنا للدقيقة الثالثة ترجع الكرة من معز بن شريفية حارس مرمى الترجي مجدي تراوي مجدي تراوي في وسط الميدان ليانيك نجانك واجدي بعزي واجدي بعزي واجدي بعزي يتوقع على الجهة اليمين يخرج شكور لنجانك والمخالفة لدفاع نديل افريق المخالفة مفت مهاجم الترجي للتوسي يانيك نجانك الكامرون امامنا الاعادة مهدي مهدي الرصيسي هو اللي كان في العملية الاخيرة كما قلت عوض محمد علي الياقوبي والكرة توصل للمعز بن شريفية سالا معز بن شريفية معز بن شريفية يرفع الكرة في اتجاه لعب الجانك وتعود من الدفاع تمشي حمزة المسعدي حمزة المسعدي حاول والتبريرة بسيرة من عبد الكريم النفطي تعود الكرة في دفاع نديل افريق بيليل العيفة يرجع الكرة حمزة المسعدي لمسة العبد الكريم النفطي عبد الكريم النفطي والمخالفة لصالح النادي لفريق مخالفة لصالح النادي لفريق ثم النفطي وامير حاج مسعود هذه الاعادة لعملية المخالفة التفذ كرة توصل لإيزي كيل إيزي كيل ومعاه اللعب إدريسا كوليبالي والحكم يأمر بمواصلة اللعاب فؤاد البحر لعب اللادي لفريق يطالب بالمخالفة والحكم فؤاد البحر يأمر بمواصلة اللعاب ترجع الكرة لصالح يوسف المساكني لوليد الهيشري ثم على الجهة اليمين سامح الدربالي سامح الدربالي يدخل بالكرة الوسطة الميدان يحاول مرر يوسف المساكني الدفاع يأخذ الكرة في مرة أولى ثم في مرة ثانية من أمام أريسا أفول والشكر الرقاعي هو اللي كان في المتابعة يلعب كرة أمام إيزي كيل وثم وليد الهيشري على مستوى التخطيع تعود الكرة لصالحة ترجي وجدي بعزي والتدخل لذي المرة من مهدي رصايسي إذن الكرة أمامنا اللعب المدافع المحوري مهدي رصايسي إذن الكرة تعود بتاميس لصالح الترجل يتنفذ التاميس والكرة في تجاه نجانك ثم بيلان العيفع يرفع كرة عالية إدريسا كوليبالي كرة عالية في وسط الميدان فضائية تيامام عبد الكريم النفتي يحاول يخرج كرة الحمزة المسعلي يأخذ خالب الموله ثم أريسا أفول أريسا أفول يرجع بالكرة ورائية لمحمد بن منصور محمد بن منصور يانيك نجانك والمجدي التراوي ترجع الكرة مباشرة لصلاح لدي الفريق عبد الكريم النفتي عبد الكريم النفتي عبد الكريم النفتي ترجع له الكرة ولكن تقطع من سبح دربالي خالد الموله يبدل انتجاه الكرة لأريسا أفول أريسا أفول محمد بن منصور على الجهة اللي سار مكان قيد الفريق خليل شمال اللي موجود على بق الاحتياط كرة السريعة اللي صالح الترج التوجيع والدفاع سهل الكرة التمر الدفاع وثم الحارس أيمن بن أيوب السريعة كانت العملية من سبح الدربالي وكيف كيف الحارس المعز بن شريفية إذن من الحارس إلى الحارس ترجع للكرة اللي سالح ترجع لفيتونسي خالد الموله خالد الموله وباليل العيفة يرجع للكرة ثم مجدي تراوي سمح الدربالي لنجانك ثم خالد الموله خالد الموله ما فيماش مخالفة حسب إشارة الحكم مواصلة اللعب تعود الكرة مجدي تراوي مجدي تراوي لسمح الدربالي والراية من مساعد الحكم إذن رأية كانت واضحة من مساعد الحكم لوجود تسلو إذن المخالفة لدفاع النادي الأفريقي ننتظر إذن تنفيذ مخالفة التسلو من مهدي رصيز والبلاد العيفة والترجع للكرة الحارس أيمن بن أيوب سيعيد التنفيذ أيمن بن أيوب يرفع الكرة عالية في مناطق الترجرية التونسي محمد بن منصور أيزي كيل يرتكب المخالفة لصالح الترجرية التونسي إذن مخالفة والتنفيذ لإدريساك وليبالي هذه الإعادة للعملية الأخيرة تتنفيذ المخالفة إدريساك وليبالي محمد بن منصور يوسف المساكني راوغ يبرر كرة مبتزة لمحمد بن منصور ثم أيزي كيل أو عفون جانك لحقيقة يعني أيزي كيل هو مهاجم ليد الفريق كرة ترجع لصالح ليد الفريق عبد الكريم النفطي يخرج كرة في اتجاه إزي كيل ومعاه وليد يشري فالتخطي يخلي كرة للحارس مواز بن شريفية تعود من الحارس مباشرة وساما حددي ثم المهدي رصايسي مهدي رصايسي يرفع الكرة عالية والحارس أمام حمز المسعدي ترجع الكرة مختب من الحارس تعود للنادي الفريقي عبد الكريم النفطي حتى يرفع الكرة بالدفاع ترجع له ولا تدخل لصعفول ولا مخالفة لصالح ليد الفريقي عدركنا الدقيقة العاشرة في هذه الفترة الأولى التعادل السلبي سفر مقابل سفر ما زلنا مشاهدناش يعني فرص كبيرة بصنفناء تزديد سيف الدين بن عكرمي يعني في الدقائق الأولى بعد توزيعها من أمير حاج مسعود قرأ مرت على إيزي كيل والتزديد كانت من سيف الدين بن عكرمي يتنفذ المخالفة ويأخذ الكرة حمز المسعدي ولكنها بعيدة حاب يأخذ الكرة بطريقة مقصية حمز المسعدي خرج الميدان فربة مرمى لصالح الترجع لهذا التونسي كرة يحاول يقتحها فريق نيد الفريقي تبقى للترجع يوسف لمساكني طويلة وبعيدة في الدين حارس أيمن بن أيوب إذن الحارس النيدي الافريقي أيمن بن أيوب أمير حاج بسعود ثم عبد الكريم النفط عبد الكريم النفط يرجع لأمير حاج بسعود الحاج بسعود للنفط عبد الكريم النفط في انتجاه مهدي رصايسي مهدي رصايسي مهدي رصايسي يبدل الكرة لحمز المسعد ويدخل دفاع الترج والكرة تخرج إلى التميس لصالح الترجري في تونسي ترجري حقق اخر انتصار في اياب الموسم الماضي اثنين مقابل واحد وقبل الانتصار الترجري كان عجز عن هزم الافريقي في تسعة مباراة متتالية لحساب البطولة طبعا اقبل اللقاء لياب بالنسبة للموسم الماضي اللي قلت انتهى بثين مقابل واحد وانتخرج إلى التميس لصالح الترجري في تونسي يتنفذ التميس من سبح الدربالي في اتجاه يانيك نجانك يحاول المراوغة لمهاجم الترجري امان على الصورة يانيك نجانك اذن مخالفة والاعادة تدخل مهدي رصايسي امام مهاجم الترجري في تونسي الكاميرون يانيك نجانك اذن وجدي بعزي وكذلك يوسف لمساكني امام هذه الكورة الثابتة بعيدة نسبيا على الحارس ايمن بن ايوب تتفث هنا اياه بين وجدي بعز يوسف لمساكني ليانيك نجانك يوسف لمساكني يوسف لمساكني ترجع له الكورة يوسف لمساكني على الجيل يمين معاه المدافع الحديدي ويتمكن من تبريره توسيع الآن ولا الدفاع يدخل على الدفاع مادي رصايسي وكذلك كامير الحجم أسعود والهجوم يرجع سريع لصالح النيدي الافريقي ايزيكيل ايزيكيل يطلب حمز المسعد يتخلط له الكورة لكن ثم الدفاع قبل ادريسا كوليبالي قبل حمز المسعد طلب كورة في وقت منزل لكن التغطية من طبعا كوليبالي تعود الكورة لاريسوافول ثم ادريسا كوليبالي خالد المولهي خالد المولهي يرجع بالكورة الوليد الهيشري وليد الهيشري ثم تصل الآن لوجدي بعز وجدي بعز يرفع الكورة في اتجاه ريسوافول ريسوافول في الريوقة الايسر يمرر كورة يوسف لبسيكني ترجع لاريسوافول التزديد ويدخل الدفاع يدخل مهدي رصايسي أمام تزديد ريسوافول ويعود الهجوم المعاكس لصلاح النيدي الافريقي السيف الدين بن عكر يخرج كورة عبد الكريم النفطي ويخرج الحارس موز بن شريفين يخرج الحارس بعد يعني الهجوم القادة ترجع لاريسوافول تزديد من ريسوافول ترجع من الدفاع ويعني الكورة تعود بهجوم معاكس لصلاح النيدي الافريقي يبقى ريسوافول مرقع للميدان ونسق المباراة يعني يرتفع شيئاً فشيئاً في هذه المباراة أمامكم الإعادة لتزديد تاريسوافول وتدخل مهدير صايسي أمام اللعب الغاني لتشكيل ترجع تونسي إذن يبقى هفول اللي خذال اليوم ما كان يهيب المساكن طبعاً غياب يهيب المساكن يخلى يوسف المساكن هو اللي يقوم بالدور التنسيق يعني واحده في وسط الميدان إذن ننتظر عودة اللعب بعد إسعاف لعب ترجع أريسوافول أمامنا ميشيل دوكستل قلت عودة من الباب الكبير لهذا المدر بعد سلسلة النتائج الإيجابية يعني رغم ما قيل في البداية ربما عن طريقة بعض الانتصارات لحق قطر رجل تونسي وعن طريقة اللعب طبعاً شيئاً فشيئاً يعني خذاء المسيرة الطيبة فريق الترجع وكذلك ميشيل دوكستل قلت فلاش المبالات بالنسبة لهذا المدر وطبعاً عشر انتصارات كاملة في كل المسابقات منهم تسع انتصارات متتالية في البطولة كونت ترجع حمزة المسعدي عبد كريم النفط عبد كريم النفط الهجوم لصالح النادي الفريق شكل الرقيعي لحمزة المسعدي من جديد حمزة المسعدي يخرج وامير حاجب أصعود يخلي كورة للنفط فما حاجب أصعود ما فماش تسلل لا توزيع في اتجاه إيزيكيل والكورة مزالت تختيرة في مناطق للترجل هذه التونسي وثما مخالفة ضد عبد كريم النفط مخالفة عند مسعود المسل كورة بيدو هذه الإعادة والمخالفة لدفاع الترجل العملية الأخيرة كانت من سيف الدين الجزيرة ترجع الكورة أيضا من معز بن شريفين وجدي معزي وجدي معزي يخلي كورة سامح الدربين سامح الدربين سامح الدربين يوسف لمساكن يوسف لمساكن والمخالفة لصالح الترجل ذي توزي بين وسط الميدان ومناطق الجزاء لصالح الترجل هذه الإعادة وتدخل شكرا لرجاعي إذن ننتظر تنفيذ هذه الكورة ثابتة لصالح الترجل هذه التونسي بعيدة نسبيا عن الحارس أيمن بن أيوب يوسف لمساكني وجدي معزي أمام هذه الكورة إذن ننتظر التنفيذ وطبعا 17 دقيقة لعب منذ انتلاق المباراة التعادل سفر مقابل سفر التنفيذ ليوسف لمساكني كورة أرضية وال ثم يانيك نجانك وكذلك الدفاع بلال العيفة إذن التميس لصالح النيدي الفريقي التميس لصالح النيدي الفريقي تزديدة كانت يعني وتنفيذ المخالفة كان فيه إذكام ليوسف لمساكني كورة كانت أرضية وال يعني كانت بين كما قلت نجانك وبلال العيفة يتنفذ التميس لصالح النيدي الفريقي يأتي بتميس ثاني التميس الثاني لصالح النيدي الفريقي والتنفيذ لأسامة الحديدي أسامة الحديدي ترجع الكورة من وليد الهيش ثم وجد بوعزي تعود لصالح النيدي الفريقي عن طريق اللعب إيزي كيل يوزع الكورة ثم حمز المسعدي ومعاه محمد بن منصور والكورة تخرج ضربة مربع لصالح الدرجل التونسي إلى حد الآن مشاهد ناش يعني نسق مرتفع كنا نظن منذ قليل أنه نسق سيرتفع لكن عاد النسق بطيء في هذا الديربي طبعا ديربي العاصمة رقم 101 بين الفريقين كورة ترجع من الحارس معز بن شريفية مشاهد ناش يعني جمل كوروي مشاهد ناش طبعا يقع مرتفع إلى حد الآن هذا يانيك نجانك يخرج كورة سمح الدربال يخرج كورة ممتازة ثم بسكني يخليها لنجانك والكورة تمر جانبية الكورة تمر جانبية من يانيك نجانك ما زلت نحكي عن يعني ارتفاع النسق ويقع المباراة يعني عند مرتفع النسق وترجل عب بسرعة خلق لختر ركنية لصالح الترج هذه الاعادة ممتاز تخرج كورة من سمح الدربال ثم يوسف المساكني ويانيك نجانك يسدد والدفاع عن طريق يوسف أو عفوا المادير صايسي تتنفذ الركنية ويخرج الحار سيمان بن ايوب امام يانيك نجانك ترجع الكورة لألي صافول ثم يدخل للدفاع عن طريق ميرحاش بسعود من ابرز الفرص الى حد الان بعد تقريبا عشرين دقيقة لعب هذه الفرصة لصالح الترجل هذا التونسي يعني فرص قليلة وندرة اللي شاهدناها الى حد الان كما قلت بس اثناء تزديد سيف الدين بن عكرمي في الدقائق الاولى ثم العملية اللي قام بها ألي صافول وتزديد اللي رجح طبعا مهدير صايسي هذه ابرز فرصة كما قلت وقت اللي سرع الترجل واستغل الجهة اليمين على طريق سمح درباني الخلق الاختر امام مربا الحارس عيمين بن ايوب تعود الكرة بمخالفة في وسط الميدان وجدي بوعز امامكم اتحصل على مخالفة اذا تعود من وليدي الهجري لإدريسا كوليبالي إدريسا كوليبالي اللعب المالي يحاول يخرج كرة لمحمد بن مسور يدخل الدفاع ولمسيد ضد محمد بن مسور لصالح دفاع النيدي الافريقي عيمين بن ايوب حارس المرمى بشيرجع الكرة الى اللعب ترجع الكرة ايضا من الحارس طويلة والمخالفة ضد حمزة المسعد لصالح الترجع النيدي التونسي خالد المولهي ثم مجدي تراوي وليدي الهيشري لمجدي تراوي مجدي التراوي حاول يضغط النيدي الافريقي في مناطق الترجع بتشاهد يعني بالفعل يضغط ويفتك الكرة ايزي كل والتزديد قوية جانبية تزديد جانبية من اللعب سيف التين الجزيري امامنا على الصورة حاب بغت كما قلت النيدي الافريقي اضغط ويفتك الكرة والتزديد الاخير امامكم من سيف التين الجزيري فوق المرمى تزديد قوية او عفو جانبية الحقيقة كرة كانت جانبية من هذا اللعب سيف التين الجزيري ربما كنا ننتظر في طبعا يوسف لمويبي يعني حسب التبارين الاخير النيدي الافريقي يعني في الخط الامامي والتارجي ريتوسي يحاول في الهجوم والأرقنية لسالح التارجي قلت يوسف لمويبي على بنك الاحتياط مات مكنشن اطال الفني من التعويل على هذا اللعب اللي غاب في اخر لحظة في لقاء الدور ستسعجر لكاس الكاف ضد سان جورج الاثيوبي يوم السبت الماضي العربنية لصالح التارجي تتنفذ وترجع من الدفاع الكورة ما زالت لصالح التارجي مجد تراوي لأري صاحفول أري صاحفول أمام مناطق الافريقي يخرج كورة ممتازة والوليد اللي يشري فوق المرمى فوق المرمى من وليد اللي يشري ولكن ثم راية ثم راية من مساعد الحكم ترجع الكورة بسرعة من الحار سيمان بن أيوب اختير كنت العملية اختير العملية ولكن الراية شهدتها مرفوعة من مساعد الحكم اذا ترجع لصالح اللي دي الأفريقي حمز المسعد والتميس لصالح التارجي لذي تونسي اهي الاعادة امامنا هذه هي التمريرة من أري صاحفول للمدافع وليد الهي شري تعود الكورة في مناطق التارجي لذي تونسي أري صاحفول يرفع الكورة والتدخل من بلال العيفة أري صاحفول مرة ثانية ثم شكر الرقاعي والكورة الآن لحمز المسعد حمز المسعد شكر الرقاعي يرجع للعب مهدي رصايسي ثم وسامة الحديدي وسامة الحديدي التوزيع وليد الهي شري في التدخل ثم خلط المولي والكورة ثم أنذار ضد اللعب شكر الرقاعي لعب لعب النادي الأفريقي أمامنا على الصورة المخالفة لصالح الترجي إذن تنفيذ المخالفة بعد ما تحصل الشكر الرقاعي أثر هذه العملية لأنذار يكون ممتزم من ريسو أفول محمد بن منصور والتميس لصالح النادي الأفريقي يتنفذ التميس من أمير حاج بسعود ثم سيفتين الجزيري إلى التميس محمد بن منصور ينفذ التميس والمخالفة لصالح النادي الأفريقي بلال العيفة لأينا في ذا شكرا لرقاعي لأمير حاج بسعود سيفتين الجزيري قبل اللعب دريسا كل يبالي ثم ووجدي بوعز ووجدي بوعز ووجدي بوعز يتقدم بالكورة داخل مناطق النادي الافريق ووجدي بوعز يخول ريوكا لأيسر ويدخل أمير حاج بسعود خرج كورة إلى التميس ينفذ التميس محمد بن منصور واللبس دليد من شكرا لرقاعي مخالفة لصالح الترجري دي توسي هذه الإعادة لبس دليد والمخالفة لصالح الترجري دي توسي كورة جينيبي يوسف المساكني أمام الكورة والحكم يطلب الأمتار المسافة القانونية لتنفيذ هذه المخالفة من يعني زوز مدافعين اللي شكلوا الجدار بالنسبة لدي الفريق يوسف المساكني يقليها الوجدي بوعز وجدي بوعز ينفذ وال الدفاع سيف الدين بن عكرمي تبقى الكورة لصالح الترجري دي توسي سامح التربالي واللي مجد التراوي ما يتحكمش في الكورة ترجع من شكل الرقاعي دريسا كوليبالي و إيزيكيل لكن الكورة مدخرش تبقى وسامح الحديدي والتمرير تعود سيف الدين بن عكرم لإيزيكيل إيزيكيل ثم عبد الكريم النفطي بدل اتجاه الكورة لأمير حاج مسعود لكن يدخل وجدي بوعز قائد الفريق في هذه المباراة وجدي بوعز يجيه الكورة من محمد بن منصور ثم يوسف المساكني يوسف المساكني والتكاك الكورة والمخالفة المخالفة ضد عبد الكريم النفطي إذن المخالفة لصالح الترجري تتنفذ من خالد الموله ليدريسا كوليبالي ثم مجدي تراوي يخلي الكورة لمعاز بن شريفية معاز بن شريفية يرفع الكورة عالية والأريصافول الرئيسية توصل لي يانيك نجانك يانيك نجانك مجدي تراوي أريصافول ليوسف المساكني يوسف المساكني يتقدم بالكورة تفتكله تعود لصالح النادي الأفريقي عبد الكريم النفطي يخرج كورة ممتازة معاه يراوي الدفاع ويسدد جانبية يسدد الجانبية مراوغة من بالمدافع وليد اليشري والتسديد الجانبية ممتازة كانت يعني منذ انتلاك العملية من عبد الكريم النفطي بعد افتكاك الكورة يخرج يراوي الدفاع ويسدد الجانبية اذا تبقى انتيجة متعادلة تعادل سلبي بعد 28 دقيقة لعب يعني قريب نخلطه للنصف ساعة الاول من هذه المبارات ودائما للتعادل ما زلنا نبحث عن التهديف من هذا الجانب وذلك اذا الكورة ترجع لصالح النادي الافريق وسيف الدين بن عكرمي تزديدة قوية لكن بعيدة تزديدة بعيدة من سيف الدين بن عكرمي امامنا على الصورة لعب النادي الافريقي تعود الكورة لصالح الترج وليد الهيش يخو الكورة والمخالفة ضد شكر الرقعي المخالفة لصالح الترج حكم فؤاد البحر كان قريب من العملية اعلن عن مخالفة تتنفذ والكورة الى التميس التميس للترج امير حاج بسعود امير حاج بسعود امير حاج بسعود امامنا في تنفيذ هذا التميس يلعب كورة محمز المسعدي ترجع امام عبد الكريم النفط تفتكن الكورة تعود في وجوب سريع لصالح ترج امير حاج بسعود ليانيك نجانج يرامح مخالفة تتنفذ بسرعة فاتجاه سمح الدربالي سمح الدربالي يرجع بالكورة لمجد تراوي مجد تراوي مجد تراوي فاتجاه سمح الدربالي التوزيع يانيك نجانج والدفاع يدخل اقبل الركنية لكن تخرش كورة لركنية تخرش الكورة شهادنا يعني وينما توصل للكرة في الرواق الأيمن عند سمح الدربالية منكم على الصورة إلا ويأتي الاختار لصالح التراجع هذه التوصيل شاهدنا منذ قليل كانت لك فرصة كذلك من نفس هذه الجهة والإعادة لخروج الكرة إلى الركنية إذا الركنية لصالح التراجع وجدي أبو عزي في تنفيذ هذه الكرة الثابتة وجدي أبو عزي قاد الفريق على إيسار أيمن بن أيوب ينفذ كرة مباشرة عند الدفاع أمير حاج بسعود إلى الركنية الثانية على التويل نفس اللعب وجدي أبو عزي على الركنية الثانية على التويل يقلت للتراجع ويطلع الوليد الهجري لكن ثم الدفاع والتدخل فيه مخالفة حسب إشارة الحكم يانيك نجانك إلى المخالفة لدفاع الليد الأفريقي أيمن بن أيوب بشيرجع الكرة بمخالفة من طبعا مهاجم الترجري في التونسي يانيك نجانك اللعب الأجنبي الرابع اللي يعتمد عليه الإدار الفني منذ بداية هذا الموسم إلى جانب إدريسا كوليبالي كذلك لصعفون ويايا بانانا هذا اللعب الكبروني كذلك لغادر الترجري للتونسي عبد كريمان النفطي سدد وفوق المرمى بقليل ممتازة من عبد كريمان النفطي يجرب كذلك التزديد بعد ما جرب سيف الدين الجزيري منذ قليل هذه المرة عبد كريمان النفطي يسدد وهذه الإعادة تزديد قوية وفوق المرمى يخرج الحارس معز بن شريفية ما ينمس الكورة النفطي بسرعة يتخلص من المدافع ويسدد فوق العارضة إذن فرصة تمر على النادي الافريقي اللي اختار التزديد في سوس مناسبات مناسبة أولى كانت من سيف الدين الجزيري ومناسبة ثانية عبد كريم النفطي إلى جانب تزديد سيف الدين بن عكرمي اللي كانت عالية في الدقائق الأولى من هذه المباراة إذن أدركنا الآن لدقيقة ثلاثة وثلاثين ولا دائما التعادل بين الفريقين سفر مقابل سفر مع طبعا كما كنتم تشاهدون وجود بعض الفرص اللي مرتقاتش إلى مستوى طبعا الفرص الجدية في هذه المباراة فترة أولى ما شاهدنيش فيها مستوى كبير يليق طبعا بقيمة الفريقين وبمستوى الدربي عبد كريم النفط عبد كريم النفط هو التدخل من خالد المولي خالد المولي يخرج الكورة إلى التماس تمس لصالح النادي الأفريقي أمير حاجب أسعود في تنفيذ التماس حمزة المسعدي والتماس الثاني على التويل نفس اللعب أمير حاجب أسعود إيزيكيل الرئيسي تعود من سامح الدربيلي طبعا عبد كريم النفطي إيزيكيل كورا لصالح النادي الأفريق إيزيكيل يسدد بالرجلة اليوسرة جانبية تزديدها جانبية من إيزيكيل ضربت مرمى لصالح الترجلة التونسي هذا أمامكم هذا تشادي إيزيكيل وطبعا نسجع لمنوي الزميل عبد كريم النفطي ولكن تزديده كان جانبية لمرمى الحارس بن شريفيل كورا الآن في مناطق النادي الأفريقي ثم ريسا فول في المتابعة لكن قبله الدفاع والكورا إلى التمس من أمير حاج مسعود الظاهير الأيمن للنادي الأفريقي بعد تجربة طويلة في فريق النادي ريسفيقسي أمير حاج مسعود هذا هو يعني منطقة الاحتراف طبعا في فريق آخر كبير للنادي الأفريقي شأنه في ذلك شأن عبد كريم النفطي ثورا تتنفذ تمس سويل من محمد بن مسور والمهدير صايسي يرجع كورا راسية في تجاه الزيكيل الهجوم المعاكس السريع لعبد كريم النفطي تخرط الكورا عبد كريم النفطي أمامه إدريسا كولي بالي الهجوم لصلاح النادي الأفريقي إدريسا كولي بالي يرجع الكورا لوسط الميدان ووساما الحديدي ووساما الحديدي سيف الدين بن عكري سيف الدين بن عكري والكورا تنقص خطورتها بالنسبة لنادي الأفريقي سيف الدين بن عكري ويعود يتمركز فريق ترجل ترونسي في مناتقو بعد ما حاول نادي الأفريقي استغلال هذا الهجوم المعاكس تعود الكورا والضغط تصبح لترجل حاول يضغط ويفتك الكورا تبقى لنادي الأفريقي عبد كريم النفطي الآن لسيف الدين الجزيري والتدخل من سمح الدربالي يرجع الكورا لمهدي رصايسي ثم التميس لصلاح التميسي الذي تنسي بعض الفترات يعني حاول اللاعبون طبعا الترفيح في النسق هذا وجدي بوعزي يحاول خرج الكورا ولكن تمر إلى الحارس ما فهموش يانيك الجانك تمشي مباشرة للحارس عيمن بن أيوب تعود الكورا في مناطق للترجل للتوسي لكن ثم التخطي وليد الهجري ثم سمح الدربالي وليد الهجري وليد الهجري يرفع الكورا في اتجاه أريس وافون والتميس لصلاح النادي الأفريقي قلت فم محاولة لترفيع النسق من هنا وهناك يعني من جانب النادي الأفريقي وكذلك من جانب الترجل للتونسي يتفذ التميس والكورا يسالح سيف الدين بن عكري عبد الكريم النفطي يوزع والكورا مباشرة في دين الحارس معز بن شريفية معز بن شريفية يرفع الكورا في اتجاه والتدخل كان من بلال العيفة ثم حمز المسعد يروض الكورا حاول يخلط قبل التميس والكورا توصل للحارس معز بن شريفية بعد تدخل لكل بلي يخلي الكورا توصل لحارس برميه محمد بن مسور ليوسف المساكني والكورا تخرج دون تركيز للتميس والمخالفة يتفذ التميس بسرعة والمخالفة لعبد الكريم النفطي اللعب النيد الأفريقي هذه هي المخالفة لسالح كما قلت النيد الأفريقي عبد الكريم النفطي في تلخيض هذه الكورا ثابتة يلعب الثنائية مع شكل الركيع يوزع عبد الكريم النفطي والكورا تتعدل اللي سامح الدربالي سامح الدربالي يرجع كورا كيماجيت ثم أسامة الحديدي ثم خالب الموله خالب الموله مباشرة بلال العيفة عبد الكريم النفطي متلا بتوصلش الكورا لشكل الركيعي يرجع وشوه معاكس سريع لصالح ترجل دي تونس علي صوافول ليانيك نجانج يانيك نجانج والدفاع يدخل الدفاع عن طريق سيف الدين بن عكرمي يبحث عن الكورا تطويلة في اتجاه اللعب تشادي إيزي كان لكن الكورا توصل لأمعاز بن شريفين ثم سامح الدربالي سامح الدربالي التمرير المتاعه مختأ يخذ حمزة المسعد عبد الكريم النفطي الآن يخرج كورا لسيف الدين بن عكرمي سيف الدين بن عكرمي على الجهة اللي سار على خطة التماث ياخد الكورا التوزيع يوزع كورا يخرجها لعبد الكريم النفطي لكن ثم وجدي بعزي يدخل والكورا تعود لصالح ترجل دي تونسي يوسف المساك يوسف المساك يتقدم بالكورا يانيك نجانج يتمكن من تخرج كورا الوجدي بعزي الهجوم مختير لترجل دي تونسي وجدي بعزي يبحث عن الثغرة يريد التجديد يسدد والكورا تصدم بالدفاع يسدد وجدي بعزي ولكن الكورا من الدفاع إلى الحار سيمان بن أيوب وجدي بعزي بعد مطلقة كورا من يانيك نجانج تمكن من التبرير تحف عن كما قلت الثغرة وجدي بعزي أمام مناطق الجزاء سدد ولكن الدفاع دخل ثم الحارس عبد الكريم النفطي الهجوم لسالح النيد الفريق عبد الكريم النفطي يربح مخالفة ضد خالد المولي أمامنا على الصورة متوسط ميدان الترجل دي تونسي خالد المولي والكورة الترفاع من سيف الدين بن عكرمي مباشرة تاني للتميس إدري ساك كولي بني يتنفذ التميس عبد الكريم النفطي شاكر الرقعي شاكر الرقعي يرجع لأسامة الحديد وسامة الحديد وسامة الحديد يرجع للسيف الدين بن عكرمي سيف الدين بن عكرمي يخرج كورا لسيف الدين الجزيري يتواغل سيف الدين الجزيري يتماكن من المرور يدخل داخل المناطق يوزع كورا تمر التوزيع تمر توصل لحمزة المسعدي ما ضمحت أمام المرمى سيف الدين الجزيري كورته ترجع إذن التوزيع الآن من أمير حجب سعود ويأخذها رأسية إيزيكيل ثم حمزة المسعدي يخرج كورا وتسديد والهدف الأول افتتاح النتيجة لسالح النادي الأفريقي عن طريق السادي إيزيكيل إذن افتتاح النتيجة في توقيت 41 دقيقة لعب دقيقة 41 تتغير فيها النتيجة لسالح النادي الأفريقي عن طريق الإيزيكيل في تسديدة بعد هشوب قاد وصيف الدين الجزيري خرج القولة تمر وطبع حتى من المربع ترجع من حمزة المسعدي ثم أمير حجب سعود والقولة الأخيرة لإيزيكيل يكون طبعا ما ألا شي بك عادة أمامنا من هدف لسالح النادي الأفريقي بل تدقيقة 41 تتغير النتيجة هدف مقابل سفر هذه هي التوسيع وإيزيكيل ميخليش الفرصة تمر ويفتتاحها النتيجة أمامنا مهيشم النادي الأفريقي صاحب الهدف الوحيد إلى حد الآن إذن تتغير النتيجة في نهاية الفترة الأولى إيزيكيل هو سحب الهدف لسالح النادي الأفريقي قلت منذ قليل كل فريق يحاول يرفع في النسق بعد ما شاهدنا الحقيقة يعني تقريبا نصف ساعة كان فيها النسق بطيء باستثناء بعض الفترات القسيرة يرجع الهجوم لسالح النادي الأفريقي سيف الدين بن عاكرمي سيف الدين بن عاكرمي يتوقع عن المشيئة ليسار معاه وليد الهجري يحافظ على الكرة يوزع ثم إيزيكيل يحاول يخل الكرة من قصية لكن يتخل الدفاع عن طريق محمد بن مسود يخرج الكرة إلى التميز كيف ستكون ردة الفعل هذا بعطى أون في هذه المباراة توزيع الكرة ويتخل الدفاع أمام إيزيكيل بعد افتتاح انتيجة كيف ستكون ردة فعلة ترج وكيف سيتصرف النادي الأفريقي يتنفذ التميز من أمير حاش بسعود تفتكل كرة ترجع لصالح الترج يوسف المساكني يبحث عن المخالفة لكن كرة ترجع من الدفاع ما دير صيس عنده الكرة الآن المدافع المحول اللي خذي اليوم مكان محمد علي العقوبي يرفع كرة تمشي مباشرة للحرس معز بن شريفية الشكر الرقاعي يرجع لكرة في وسط الميدان حمزة المسعد حمزة المسعد يلعب كرة عالية إيزيكيل وإدريسا كوليبالي كرة ترجع من الحرس معز بن شريفية بسرعة يوسف المساكني فاتجاه يانيك الجاي والتميس لصالح الترجل للتوصي التميس لصالح الترجل سامح الدربالي في تنفيذ التميس يتنفذ التميس والتوزيع الكرة من مجد تراوي تبقى لصالح الترجل للتوصي يتنفذ التميس من جديد والكرة من مجد تراوي التوصيح الآن من سامح الدربالي داخل مناطق الجزاء يوسف المساكني والشاكر الرقعي يدخل في الأخير يبعد الكرة الشاكر الرقعي يبعد كرة إلى التميس محمد بن مسور ينفذ يوسف المساكني مرة أخرى يسقق والحكم يأمر بموصلة اللعب كرة عند حمزة المسعد فقر الدين أو سيف الدين الجزيري كيف كيف يتواصل اللعب والمخالفة لصالح النيدي الأفريقي الكرة لصالح النيدي الأفريقي والأنذار ضد اللاعب وجدي بعزي إذن أنذار المخالفة لصالح النيدي الأفريقي هذه إعادة للعملية الأخيرة وأنذار ضد وجدي بعزي أدركنا 45 دقيقة لعب وأمامكم الوقت الإضافي أو الوقت المبدد يضيف محكم المباراة فؤيد البحري يعني كوقت إضافي بالنسبة لهذه الفترة الأولى تتنفذ المخالفة من أيمن بن أيوب تمر الكرة لكن فمه مخالفة ضد حمزة المسعد مخالفة ضد حمزة المسعد بصالح تاريش ريدي تونسي اللي حاول في الفترة الأولى يلعب الهجومات المنسقة بينما أعتمد أكثر النيدي الأفريقي على عكس الهجومات واللعب طبعا على إيزي كيل صحب الهدف الوحيد إلى حد الآن في الدقيقة 41 كنا ترجع لي صالح النيدي الأفريقي شكر الرقاعي تعود من وليد الهيشري ثم من جديد شكر الرقاعي يحاول يرفع كرة في اتجاه حمزة المسعد ويدخل للدفاع ثم من جديد للنادي الأفريقي إيزي كيل ما فماش مخالفة حسب الشرق الحكم تصل الوجدي بعزي وجدي بعزي الهجوم لترجع ريدي تونسي وجدي بعزي يحاول يخرج الكرة والدفاع الدفاع يدخل وتصل كرة للحرس بن أيوب أيمن بن أيوب يرجع كرة لسيف الدين بن عكرمي سيف الدين بن عكري عبد كريم النفطي ثم أوسامة حديدي النيدي الأفريقي يحاول يكمل للفترة الأولى بهذا التقدم بهدف مقابل سفر يلعب التمريرات لقصيرة عبد كريم أو سيف الدين الجزيري والكرة تخرج إلى التميسي صالح النيدي الأفريقي طبعا مهم جدا لأنه يعني فريق النيدي الأفريقي ينهي الفترة الأولى بهذا التقدم وسيناريو محبث الحقيقة لكل فريق ومش كالنيدي الأفريقي يعني خاصة في مثل هذه المباراة تقدم في نهاية الفترة الأولى يمثل سيناريو طيب للدخول إلى حجرات الملبس الكرة من الحارس مواز بن شريفية في انتجاه المهاجم يانيك نجانج ولكرة تخرج إلى التميس التميس لنيدي الأفريقي والحكم ياخذ الكرة في واد البحر اليعلن في هذه الآوينة عن نهاية الفترة الأولى هنا في الملعب الأولمبي بالمنزأ في ديربي العصبر قم 11 بين النيدي الأفريقي وضيف ترججريا طونسي فترة أولى تنتهي بتقدم النيدي الأفريقي بهدف مقابل سفر هدف طقة وولقة طبعا الديربي بين النيدي الأفريقي و ضيف ترججريا التونسي خلينا الشوطول انتهى بتقدم الافريقي بهدف مقابل سفر وامامكم اعادة للهدف الوحيد الى حد الان في هذا التيربي هدف ايزيكيل لصالح النادي الافريقي اذا هدف مقابل سفر وبعد قليل ستنتلقى الفترة الثانية امامنا اذا اعادة لهدف ايزيكيل اللي غالط الحارس معز بن شريفية وانتلقى الشوط الثاني في هذه الاويناء انتلاقى الشوط الثاني والكورة اللي صالح الترجل عن طريق يوسف لمساكني يوسف لمساكني يرفع الكورة الجديد في الشوط الثاني زوز تغيرات دفعة واحدة بالنسبة لميشيل ديكستيل دخول كل من خليل شمان وكريم العواذي في التشكيلة الاساسية ترجع الكورة من دفاع النادي الافريقي مهدي الرصايسي امام كريم العواذي قلت زوز تغيرات الهجوم لسلاح النادي الافريقي عن طريق ايزيكيل ايزيكيل يتمكن من التخلص من المدافع واليد اللي يشري ويربح الركنية الركنية الاولى في الشوط الثاني كل من خليل شمان وكريم العواذي يخذيه مكان محمد بن منصور واري صاحفون هذه الزوز تغيرات اللي قام بها المدرب ميشيل ديكستيل عبد الكريم النفتي في تنفيذ الركنية لسلاح النادي الافريقي عبد الكريم النفتي يرفع الكورة في محور الدفاع ترجع من وليد الهيشري ثم وجدي بعزي وجدي بعزي يحاول يروض الكورة والتدخل الأخير من أسامة الحددي تمس لسلاح ترجل الاتونسي ينفضوا سمح الدرباني والمخالفة تبقى الكورة للترجع يوسف المساكني يبدل الاتجاه الكورة للشياء اللي صار خليل شمان كريم العواذي والمخالفة لسلاح النادي الافريقي بشرع نعطيكم اللسوس وتشكيلات الأساسية والتفكير بالنسبة لمن الكحق بينها الآن في الشوطة الثاني بالنسبة للترجع للتونسي ضيف الندي الافريقي في رقاء اليوم معز بن شريفية سامح الدرباني محمد بن مسور خرج في اللشاط الثاني واخذى مكانه خليل شمان ثم وليد الهشري دريساكو لبالي مجد تراوي خالد المولهي أريسا وفول خرج وخلى مكانه الكريم العواذي يوسف المساكني وجدي بعزي ويانيك نجانج هذه هي تشكيلة الترجع الموجودة الآن على البيدين بزوز تغييرات منذ انطلاق الفترة الثانية كورة في اتجاه هيزيكيل والمخالفة لصالح النيدي الافريقي اللي يمثلوا اليوم كل من أيمن بن أيوب في حراسة المرمى أمير حاج مسعود وسامح الددي مهدير صيسي بلال عيفة شكر رقاعي عبد الكريم النفتي سيف الدين بن عكرمي سيف الدين الجزيري حمز المسادي والتشادي ايزيكيل سحب الهدف الوحيد طبعا عبد الحق بن شيخة في الجانب الفني للنيدي الافريقي وميشيل دوكستن بالنسبة للترجيري التونسي تتفذ المخالفة ومرأة أخرى وليدي الهيشري يرجع على الكورة تبقى لي صالح النيدي الافريقي ثم يوسف المساكني ترجع له الكورة يوسف المساكني يبدل ليانيكن جانك يانيكن جانك الهجوم للترجيري التونسي وتدخل الدفاع وبعد الكورة كورة من أمير حاش بسعود أمام يانيكن جانك ترجع خالد المولي ثم إدريسا كوليبالي وليدي الهيشري وليدي الهيشري يرفع الكورة في اتجاه سامح الدربالي لوشي بوعزي محاولة الترويذ أسامة الحديدي تبقى الكورة للترجير عن طريق سامح الدربالي ثم وشي بوعزي يتمكن منه توسيع الحارس والرأسية البرى بعيدا الحارس يرجع الكورة عيمن بن أيوب ورأسية كريمة العوادي البرى فوق المربع فرصة فيها للترجيري التونسي في بداية صوت الفين عن طريق كريمة العوادي هذه التوسيع بتوجي بوعزي الحارس يرجع الكورة بززيدين والعوادي في موقع مناسب يخلي الكورة عالية يعادة مشكورين للزومة في الحافلة لهذه العملية الأولى الاختيرة للترجيري التونسي من أجل التعديل لدي الفريقي ينعب كذلك الهجوء منذ البداية شاهدناه منذ انطلاق فترة ثانية في منطق ترجيري التونسي تحصل على نزوز كورة ثابتة منها ركنية ومخالفة لم تأتي بالجديد تعودا لكورة من وجل بوعز سامح الدربان سامح الدربان السرعة مطلوبة والتدخل الدفاع مهدي رصيس التميس لصالح الترج مهدي رصيس أو الظهور مع الحق بن شيخة المدافع المحولي يكمل العملية سامح الدربان والتميس للنادي الأفريق أوسامة لحددي على ظهير الأيسر هذه الإعادة وراية المساعد تشير إلى التميس لصالح النادي الأفريقي يوسف لمساكني يوسف لمساكني سامح الدربان سامح الدرباني يوسف لمساكني يحاول يعتمد على فانياته الكبيرة والدفاع صيف التين بن عكرمي يخرج الكورة للتميس التفل من المساكني لوجدي بوعزي واللكورة اللي صالح النادي الأفريقي طبعا التحكيم لفؤاد البحري قلت ثمن مباراة لهذا الحكم والمباراة الرابعة على التويل في البطولة بين الفريقين يكون حكم الدرب التونسي آخر حكم أجنبي أدار الدربي بين التاريشي والأفريقي كان في موسم 2009-2010 في لقاء ذهب ووقتها اللقاء أدارو البرتغالي باولو كوستا بعد ذلك أربعة مباريات متتالية يكون الحكم فيها التونسي طبعا هذه هي المباراة الرابعة مهدير صايسي ينفذ ولكورة مباشرة ينتمس عن نساق أفضل من الفترة الأولى نتمنيه أن نشاهد شوط ثاني ممتاز يترجم يعني مستوى وعراقة الفريقين يانيك جانك والمخالفة لصالح التراجي حاب ينفذ بسرعة ووجتي بوعزي إعادة لعملية المخالفة والوجتي بوعزي يحاول يخرج كورة لنشانك ترجع له وثبا إيزي كيل هذه المرة يتمكن من افتكاك لكورة سيف الدين الجزيري ولكن تعود لصالح التراجي خليل شمام العواذي خالد المولهي والكورة تعود من شكل رقعي لصالح الندي الافريقي تويلة من أمير حاش بسعود ثم المخالفة يعد لها الحكم فؤيد البحري إلى حد الآن يعني مؤشرات طيبة في هذه الفترة الثانية والشاهدوا في نساق أفضل طبعا بعد ما تغيرت المعطيات في نهاية الفترة الأولى وهدف إيزي كيل اللي غير كل الحسابات الآن شاهدنا منذ البداية زي استغيرات يعني الحسابات التكتيكية كذلك تغيرت بالنسبة للهواذي تسديدها جانبية تسديدها من يانيك جانبية ممتازة ترويض موجه والتسديد من جانب المهاجم الكاميروني هذه الإعادة أو الترويض الموجه وتسديد على الطير الجانبية تسديدها ممتازة من اللوحات الجميلة اللي نتمنى وأن الواسط يعني نشاهدوها في هذا الشوطة الثاني الكرة في ملاتق الترجل التونسي والمخالفة إدريسا كوليبالي ثوب خليل شبام خليل شبام يتوقع بالكرة تبقى لصالح الترجل هذه التونسي المخالفة تتنفذ إدريسا كوليبالي ثوب ولد الهيشري سبا حدربالي كورة وخرج الميدان تميس أوسيبالي حديدي بشيرجع الكرة للعب من تميس لسالح النادي الافريقي النادي الافريقي كان أكثر واقعية في الشوطة الأول وتمكن من افتتاح النتيجة ترجع الكورة في وسط الميدان حمزة المسعدي ويحاول يخلط سيف الدين الجزيري لكن الحارس قبله معز بن شريفية معز بن شريفية يوزع الكورة ترجع من دفاع النادي الافريقي شكر لرقاعي العبد الكريم النفتي عبد الكريم النفتي سيف الدين بن عكرمي ما يخذيش النفتي ترجع من التراوي بعد سبح الدربالي ومهدي رصايسي مع جانك والكورة تخرج الى التميس التميس لصالح الترجع لذي التوزي لا مخالفة مخالفة للترجع مساعد الحكام يطلب يعني يعني موقع المخالفة يعني موقع المخالفة ثم سبح الدربالي يحاول يحاول يرجع الهجوم للترجل التونسي وتعود الكرة في وسط الميدان من وليد الهيش لخليل شميم خليل شميم يحاول يسدد يأخذها نجانك ثم بلال عيفا في الدفاع كرة في حوار بين خليل شميم وحمز المسعدي ينتهي بمخالفة عودة إذن خليل شميم أمامكم على السورة قائد الفريق في هذا الشوطة خليل شميم اللي غاب عن تشكيلة الترج بعد متعرض الاعتداء هذا اللعب خارج يعني إطار الكرة والكرة خارج الميدان إلا الركنية وركنية لصالح الترج شادو في إيهاب لبساكني يستعد عبد الحق بن شيخ لإقحامه في التشكيلة وال بالفعل إذن انتبه أقبل الركنية واختيرة كانت العملية يوسف لمويهبي عفوا يوسف لمويهبي من النادي الافريقي هو اللي يستعد للدخول أمامنا على الصورة اللعب رقم الثلاثين هو الحقيقة من الغيابات البارزة إيهاب لبساكني عن تشكيلة الترجل للتونسي ولكن اللعب اللي بيشتم نقحمه الآن هو يوسف لمويهبي اللي كما قلت في الشوط الأول كنون نظن وانه يكون موجود في التشكيل هذه إعادة للركنية وما يتمكنش باش ياخن كرة اللعب المدافع وليدي الهيشري والركنية الثانية ووجدي بوعزي أمام الكرة ننتظر إذن عودة تلعب بعد أصعاف الحارس أو مدواته أيمن بن أيوب حارس الليدي الأفريقي بعدها ترجع الكرة بيركنية عبد الحق بن شيخ ينادي اللعب سيف الدين الجزيري هذا اللعب الشيب من صنف الأمل يعني لعب وقت وجيز في اللقاء الأفريقي مع سان جورج أو ضد سان جورج واليوم القناة الأساسي في تشكيل عبد الحق بن شيخ ما زلنا ننتظر في عودة اللعب هذه يعني بعض ربما الثنائية تشاهدوا فيها في هذا اللقاء كنا نشاهدوا في بيلان العيفة يعني إلى جانب يانيك نجانك نعرف خطورة مهاجم الترجي في مناطق الجزاء وأكيد هناك يعني ثنائيات أخرى تنفيذ الركنية من وجدي بعزي يرفع اللاكورة ويانيك قلت خطورة هذا المهاجم كورتو على القائم العيسر كورتو على الرأسية على القائم العيسر وفرصة التعديل الانتجا ادفيع مرة أخرى على فريق الترجل الذي توسي بعد رأسية كريم العوادي اللي كان في موقع مناسب في بداية الفترة الثانية يانيك الجانك هذه المرة رأسيته على القائم العيسر لمرمى الحالس عيمن بن أيوب والهوشوم ما زال متواصل للتراجي والمخالفة المخالفة ضد اللعب أسامة الحديدي مخالفة وأنذر ضد اللعب أسامة الحديدي إعادة للعملية تتلفز للركنية من وجدي بعزي والرأسية قوية من طبعا كان في موقع مناسب جدا على القائم العيسر من يانيك الجانك إذن المخالفة كذلك اختيرة لصالح الترجي كرة ثبتة ثانية يحاول الترجي ريضي تونسي استغلال الكرات الثبتة خاصة بالاعتماد طبعا على طول قامت بعض اللاعبين كما وليدي الهيشري وكريم العواذي اللي تخل في الشوت الثاني وكذلك الكامروني الجانك اللي كادي يعادل انتيجة منذ قليل يعني تقريبا ارباع ساعة لعب في الفترة الثانية ننتظر التنفيذ هذه الكرة الثبتة نفس اللعب وجدي بوعزي وجدي بوعزي يرفع الكرة والحارس ممتاز مع لمرة نايمن بن ايوم ممتازة الكرة ما زالت وتخرج العين الى ركنية ممتازة من ايمن بن ايوم هذه المرة تسدي رايع من ايمن بن ايوم وتتفذ الركنية وهذه المرة والتنجل تقريبا اخذاء كل الكرة الرئيسية في هذه الكرة الفترة ولكن ما تبكنش من طبعا تعديل انتيجة في مرة اولى على القائم العيسر وفي مرة ثانية تعلق للحارس ايمن بن ايوم في التسدي على مرتي تبقى انتيجة هدف مقابل سفر والضغط مزال لصلاح الترجل هذه التوسي والحارس ايمن بن ايوب ياخد كرة رأسية من الدفاع هذه اعادة العملية والكرة الرأسية من وليد الهيشري الكرة الرأسية ثانية كانت من وليد الهيشري مدافع الترجل هناك لعب ملقى على الميدان سيف الدين الجزيري الضغط لصلاح الترجل التوسي في هذه الفترة خاصة يعني بالاعتماد على يعني خطورته في الكرات الثابتة تلافة كرات ثابتة كادت تأتي بالجديد بالنسبة لتشكيلة المدرب ميشيل تيكستين خاصة يعني رأسية يانيك نجانك على القانب الايسر ثم رأسية المدافع وليد الهيشري على مرتين يبدع الحارس بن ايوب في التصدي هذا اول تغيير في تشكيلة النيدي الافريقي يدخل اللعب يوسف المويبي مكان حمزة المسعدي هذا هو التغيير الاول بالنسبة لعبد الحق بن شيخاء خروج حمزة المسعدي امامنا ايضا خروج لعب النيدي الافريقي حمزة المسعدي اللي كان يعني مردوده خاصة كمتوسط ميدان اليوم هجوم ياخو مكانه يوسف المويبي ربما حتى يعطي اكثر حركية للخط الامامي خاصة كما قلت مع الضغط اللي فرض تنج النيدي تونسي في الفترة الاخيرة على دفاع النيدي الافريقي عكس الفترة الاولى من هذا الشوط الثاني اللي حاول يقدم فيها النيدي الافريقي الى مناطق ترجل النيدي التونسي كورة في وسط الميدان من سامح الدربالي ترجع سامح الدربالي لمجد راوي ثم خليل شمام خليل شمام لي يانيك نجانك والكورة متبرش ثم المدافع بلال العيفا الجهة اللي صارت حركة اكثر بالنسبة للترجع بعد دخول خليل شمام التميس اللي صالح الترجع يتنفذ التميس كريم العواذي كريم العواذي اللي خالد المولهي خالد المولهي ثم خليل شمام خليل شمام معاه يزوز لعبين يحاول يخرج لكن يمشي لا يوسف لموهبي ثم لعب صيف الدين الجزيري والكورة تعود لصالح النيدي الافريقي بيتميس اذا تميس لصالح النيدي الافريقي يحاول طبعا يمتصل ضغطا لترجع النيدي الافريقي المتقدم في انتيجة بأدف مقابل سفر كورة من يانيك نجانك سامح الدربالي سامح الدربالي سامح الدربالي سامح الدربالي يحاول لتوسيع ترجع الكورة من الدفاع ترجع طالب بمخالف لمسديد لكن الحكم يأمر بموصلة اللعب كورة عند مجدي تراوي فاتجه وجدي بوعزي يتمكن من التخلص ويكمل بالكورة وجدي بوعزي وجدي بوعزي يحاول يتجاوز الدفاع ومهدي الارصايسي يخلي الكورة فرقنية يصالح ترجع ذي تونسي 65 دقيقة لعب في المبارات الوقت يمر ولكن الوقت ما زال طويل ما زال تقريبا 25 دقيقة وجدي بوعزي ينفذ الاركنية ولا يخش كورة بالرأس هذه المرأة لعب تاريشي يطلب المخالفة كريم العواذي على مهدي رصايسي ولكن فؤاد البحري كان قريب من العملية خليل شميم بشي نفذ التميس لتاريش لذي تونسي لا التميس يقول حكم للنيدي الافريق أمير حاج مسعود أمامنا الظهير الأيمن للنيدي الافريقي ينفذ التميس خالد المولهي ثم خليل شميم يرفع الكرة فاتجه كريم العواذي وثم يوسف المساكني يانيك نجانك لوجد بوعزي والتخريج الكرة أو يعني تمريرها لنجانك ما كانش محكم ترجع من الدفاع عبد كريم النفط الهجوم المعاكس للنيدي الافريقي واللكرة عن سيف الدين الجزيري سيف الدين الجزيري معاه طبعا كل بلي في المتابعة يحاول يوزع اللكرة ترجع من المدفع وليد الهيشري والتزديدة قوية بعيدة تزديدة من شكل رقعي بعيدة ضرب التمرم لترش رياد التوسي معز بن شريف يبقى اللعب النيدي الافريقي سيف الدين الجزيري ملقى على الميدان وطبعا يدخل للتاقم الاسعاف لاخراج هذا اللعب بعد العمليا الاخيرة سيف الدين الجزيري قلت لعب شب اقحم اليوم عبد الحق بن شيخ كاسيسي في تشكيله كذلك بالنسبة للترج ريسا وفول كان اساسي اليوم في غياب ايهب المسيكني في وسط الميدان ومهدي رصايسي بالنسبة لمحور دفاع النادي الافريقي مكان محمد علي الياقوبي هذه هي العملية مكانتش ثم يعني الاحتكاك يظهر لبنفسه اللعب عن توزيع اللكورة مشكورين للزمالين مراخر يعطينا الاعادة ادريسا كوليبالي يعني كان بعيد على اللعب كما تشاهدوا بعد ما وزع اسقط على ارضية الميدان وقد تكون اسابة يعني عضلية بالنسبة لسيف الدين الجزيري اذا الكورة ستعود الآن بضربة مرمى قلت اذا مهدي رصايسي كذلك ياخو مكان محمد علي الياقوبي وسيف الدين الجزيري منذ البداية والتزديد حاول يبغط وجدي بعزي ولكن الكورة كانت ضايفة وسهلة في دين حارس ايمن بن ايوب اللي قام بتصدي ممتاز في يعني الدقائق الاخيرة من هذه الفترة وانقذ فريقه من هدف محاقق بعد ما كان القائم الى جيلبو في تزديد الرأسية لانجانك وقف صد من يعمم وليد الهيشري كورة لسالح ترجل دي تونسي يعني كانجانك سامح الدربال سامح الدربالي يوسع ولا يخرج الحارس وخطير العملية لسالح ترجل تونسي ومن تقريبا يعني على الخط والحارس سيمان بن ايوب مهدي رصايسي بعد خروج الحارس مخداش القناع مهدي رصايسي غطى يعني على مستوى الزاوية ثم عيمن بن ايوب اخذى كورته في المرة الثانية ترجل رياضي تونسي خطير في هذه الفترة على الدفاع الليدي الفريق كورة في وسط الميدان عبد الكريم النفتي والكورة ترجع من الدفاع كريم العواذي والمخالفة اللي صالح ترش تتلفظ المخالفة مجدي تراوي سامح الدربالي سامح الدربالي ثم النفتي يتمكن من افتكاك الكورة اه اسامة الحديدي ثم سيف الدين بالعكر لأسامة حديدي يرفع الكورة وال يبقى لاعب النادي الافريق على ارضية الميدان بالفعل اذن يخرج اللعب سيف الدين الجزيري ويعوض زياد الزياد هذا هو التغيير الثاني افتراري بالنسبة لعبد الحق بن شيخ بعد ما اصيب اللعب سيف الدين الجزيري زياد زياد يا اخو ما كانوا وكنتوا تشاهدوا في اعادة للعملية الهجوم الان اللي صلح النيدي الافريقي وثماري ضد ايزي كيل الصعوبات اصبح يلقاها النيدي الافريقي في المرور الى المناطق الخلفية لفريق الترجل الانتوسي اللي ينزل بكل ثقل الترجل بطبيعة في هذه الفترة باعتبار يعني قابل هدف والتقدم للنيدي الافريقي حاول يعني الجانبية اما من الجهة اللي سار عن طريق خليل شمان او الجهة اليمين اما سامح دربالي او وجدي بوعزي او الكورات الثابتة طبعا اللي كانت اختير ريسر على الدفاع النيدي الافريقي دقيقة 72 والمخالفة لصالح الترجل التونسي على مستوى الزاوية المستطيل الدفاعي يعني مخالفة اختيرة يوسف لمسكني امام الكورة يوسف لمسكني يوسف لمسكني ينفذ المخالفة وهدف التعادل هدف التعادل يسالح الترجل يدي التونسي بمخالفة مباشرة مخالفة مباشرة والهدف التعادل في توقيت 72 دقيقة 72 يوسف لمسكني طبعا كورة ما يعرف سرها كين هو كورة بغتة الجميع وطبعا اعلنت عن هدف التعادل لصالح الترجل التونسي هذه الاعادة للمخالفة على مستوى الزاوية السفلة الزاوية اليوم السفلة للحارس عيمن بن ايوب عيمن بن ايوب حتى حل بقى يتفرج على الكورة هذا هو يوسف لمسكني كيما قلت يعني تنفيذ ما يعرف سره كين هذا اللعب الي يملك طبعا فنيات كبيرة يوسف لمسكني دائما يصنع الفارق بالنسبة لفارق وترجل التونسي مشكن في الكورة تثير يبتع وانما حتى في التمريرات الدقيقة الي تأتي بالاهداف في اغلب المباريات اذا يوسف لمسكني مرة اخرى طبعا كيما قلت يعطي الاذافة هذه المرة يعني كورة ثبتة مباشرة يحقق هدف التعادل تعود الكورة بمخالفة لصلاح اليد الفريقي ترجم الضغط في الفترة الاخيرة بهدف التعادل اعتمد قلت على التسربات الجانبية على الكورة الثبتة وهذه كورة ثبتة والرعسية ايزيكيل الجانبية ضربة مرمى كورة كانت سلح الاذي الافريقي يحاول يضغط ايزيكيل على دفاع الترج و طبعا كورة سلح ترج الاذي تونس تغيرت الانتيجة هدف مقابل هدف بعد مكان التقدم لفريق باب جديد كورة لسيف الدين بن عكرمي الهجوم للندي الفريقي يوزع سيف الدين بن عكرمي وتوسيعته بعيدة على يوسف المويبي تقرض ثربة مرمى لصلاح الترجل الاذي التوسي امامنا طبعا الضهير الايسر وسامة الحددي كورة من معز بن شريفية ولا بلال العيفة ولا كورة تخرج الى تماس تماس لصلاح ترجل ذي التونسي خالد المولهي بدل اتجاه الكورة لسامح الدربال سامح الدربالي يروض يحاول يروض سيف الدين بالعكرم يتمكن من ذلك سامح الدربالي يدخل الان الوسط يخلي كورة يوسف المساكمي يلعب حاول يلعب مع يانيك نجانك لكن ما تخلطوش الكورة ترجع فيه معاكس يوسف الموهبي لصلاح النيد الفريق يوسف الموهبي يرفع الكورة عالية فما وليد الهيشري وليد الهيشري كريم العواذ كريم العواذ ترجع من شكل وليد بالتنفيذ ذكي جدا خليف شمام يوزع الدفاع يدخل وليكون ما زال تختير للتراجل مجدي تراوي يسدد ولا فوق المرمى بقليل تزديده من مجدي تراوي قلت العملية كان تختير لسالح التراجل للتونسي مجدي تراوي يسدد فوق المرمى يمشي الحارس سيمان بن ايوب لكن ما ينمشي الكورة هذه الاعادة الملوغة والتزديد فوق المرمى فوق العرض الوفقية تبقى اذا انتجا متعاد لواحد واحد من جديد الهجوم لسالح التراجل للتونسي يانيك انجانك انجانك يتجاوز مدافع الافريقي بيلال العيفا يمر ليوسف لمسيك ثم متصرش خالق الموله يرجع له شو من المعاكس يزيكيل يتمكن من المرور يبحث عن المساندة يخرشه اللعب يواصل بنفسه ويطلب في الاحتفاظ بالكورة ايزيكيل اذا التميس لسالح النادي الافريقي كانت عنده زوس حلون يوسف لمويبي وكذلك وسامة الحديدي ولكن واصل بالكورة ايزيكيل ترجع الكورة من دفاع ترجري تونسي ثم من شديد كنا من شكر قيعي عبد الكريم النفط لامير حاجب صعود امير حاجب صعود يوسف لمويبي يرجع بالكورة الى الوراء تعود لعبد الكريم النفط عبد الكريم النفط يخسر الكورة لا يوسف لمويبي الان يوسف لمويبي يرجع العبد الكريم النفط يحاول للنادي الافريقي الان يعود في المبارات والمخالفة لسالح الترجي المخالفة ضد سيف الدين بن عكر لسالح الترجي لذي تونسي أدركنا لندقيقة 79 في هذه المبارات تعادل هدف مقابل هدف ترجي لذي تونسي تمكن من تعديل انتجة بعد الحقيقة ظخط هجومي فرضوا على الدفاع اللاذي الفريقي كون عن دانجانك والهدف الثاني الهدف الثاني من السالح الترجي تونسي عن طريق اللعب كريم العواذي هدف الثاني يجي في توقيت 80 تقيقة لعب 80 والتقدم أصبح لترجي لذي تونسي تقيقة 80 التقدم لترجي لذي تونسي بعد ما كان التقدم لليدي الفريقي هذه المرة كريم العواذي كورة الجيه من يانيك نجانك هذه الإعادة أمامنا على الصورة يخرج كريم العواذي بالرجلة اليسرى إغالة الدفاع والحارس أيمن بن أيوب هذه الإعادة يأخذ كورة نجانك في وسط الدفاع يخرج كورة لكريم العواذي كما قلت بالرجلة اليسرى يتمكن من مغالطة الدفاع والحارس أيمن بن أيوب ويسجل الهدف الثاني إذن اثنين مقابل واحد عن طريق كريمة العواذي يعطي الأسبقية لفريق ترجل ذي التونسي يعني ضد فريقه والعون النادي الأفريقي حدثت منذ قليل عن تحول هذا اللعب إلى فريق ترجل ذي التونسي والهجوم لسلاح الأفريقي يوسف المويبي والتماسي إذن اثنين مقابل واحد انتجت غيرت مرتين بفضل الضغط الهجومي لفريق ترجل ذي التونسي ثم التغيير ثالث في الأفق بالنسبة للنادي الأفريقي يدخل اللعب وجدي جباري يدخل وجدي جباري مكان سيف الدين بالعكرمي هذا هو التغيير الثالث والأخير بالنسبة للنادي الأفريقي ترجع الكرة بمخالفة لصلاح النادي الأفريقي وجدي الجباري تفتك من الكرة والهجوم يسمح معاكس سريع لصلاح التراجي وينيك نجانك ويخرج الحارس خطيرة كانت العملية خطيرة جدا على دفاع النادي الأفريقي لو لا تدخل الحارس عيمن بن أيوب الكرة ترزع لصلاح النادي الأفريقي عبد الكريم النفطي يوسف لمويبي توصل الآن لأسامة حدد ثم عبد الكريم النفطي يرفع الكرة ثم وليد الهيشري في المتابعة في الدفاع ثم مجدي تراوي وجدي بعز وجدي بعزي والتدخل كان من شكل الرقيعي ثم الكرة مباشرة تنين التميس كانت في اتجاه وليد الهيشري يدخل لوجدي جباري اللي تم اقحامه منذ قليل سمح الدرباني نفذ للتميس ترجع أمام إيزي كان إيزي كان والمخالفة تتفذ بسرعة لا الحكام يطلب إعادة التنفيذ فواد البحري هذا اللعب إيزي كان هو اللي افتتحها التسجيل في هذا الدربية رقب مية واحداش ولكن التراجل يمكن في مرحلة أولى من تعديل الانتيجة عن طريق كيسي خلمسيكلي ثم تحقيق التقدم منذ قليل عن طريق كريمة العوادي كولا من عبد الكريمة النفتي ثم وجدي الجباري والحكم يعلن عن ضربة مرمى حكم فواد البحري يعلن عن ضربة مرمى لصالح التراجل نعرف لآخر انتصار للتراجل كان في إياب الموسم الماضي اثنين مقابل واحد ولكن قبل هذا الانتصار مثلا موسم الماضي تراجل يعني عجز في تسعة مباريات متتالية عن هزم الأفريقي لحساب البطولة وآخر انتصار للتراجل قبل إياب الموسم الماضي كان في إياب موسم 2005-2006 منذ ذلك التاريخ ما فيزش تراجل إلا في إياب الموسم الماضي وننتظر طبعا الوقت مازال بالنسبة لذي المبارات واجدي بوعاسي هجوم لصالح التراجل والكونة تخش إلى الركنية قلت الوقت مازال 83 دقيقة يعني تقريبا سبع دقائق أو ثمانية دقائق سبع دقائق لنهاية الوقت الأصلي دون احتساب الوقت المبادد وركنية لصالح التراجل ذي تونسي واجدي بوعاسي في التنفيذ واجدي بوعاسي يرفع على الكرة والحرس أيمن بالأيوب بكلتا اليديني بعد الكرة تعود الواجدي بوعاسي يروض يوزع والتصدن بالدفاع الكرة تخرج إلى التميس لتراجل ذي تونسي ثلاثة مواسم الأخيرة يعني سجل تسوس انتصارات فقط انتصار للنيدي الأفريقي في 2008-2009 في لقاء الإياب الثلاثة سفر وانتصار في 2010-2011 لتراجل 2-1 انتصار الموسم الماضي بالتبيعة وأربعة مباريات في الثلاثة موسم الأخيرة انتهيت بالتعادل يتراوح بين 0-0-02-2 وكذلك 1-1 كنا ترجع من خالد دموله إلى التميس لصالح النيدي الأفريقي تنفذ التميس من أوسامة الحديدي ترجع لكولة من وليد الهيشري ثم مخالفة لصالح النيدي الأفريقي تحرك أكثر بعد الهدف الثاني خاصة النيدي الأفريقي حاول الآن يعني يوصل أكثر لملاتق الترجع ويخفض كذلك من سرعة الترجع في هجومته عبد الكريم النفطي أمام الكورة عبد الكريم النفطي أمام الكورة والمخالفة كما قلت لصالح النيدي الأفريقي ننتظر التنفيذ هل تأتي بالجديد عبد الكريم النفطي أمامكم على الصورة ولا نعرفه يعني في الكورة العصرية الاعتماد على الكورات التي تنفيذ تنفيذ موش طيب من عبد الكريم النفطي ترجع لكورة من الدفاع يعود يخذ النفطي يخليها الوجدي جباري وجدي جباري حاول التخلص ثم عبد الكريم النفطي ثم خالفة موله على مستوى التخطي ثم سامح الدرباني سامح الدرباني يبعد الكورة عن مناطق فريقه يرجحها مباشرة اللعب زياد الزياد للحار سيمان بن أيوب آيمان بن أيوب مباشرة المجلي لتراوي في اتجاه وجدي بعز الهجوم لسالح الترج وجدي بعز ليوسف المساكني يتمكن من التمرير يانيك نجانك والتجديد ولا كورة البرع ضربة مرمى التجديد من يانيك لانك فرصة الهدف الثانث تضيع على الترج للحل الذي لمسة صغيرة رأسية من يوسف المساكني بتخلي الكورة أمام يانيك نجانك لكن تجديده بعيدة كورة مرة آخر في وسط الميدان يوسف المساكني يوسف المساكني كورة الثانية يضيح يانيك تجانك هذه الإعادة اللمسة الرأسية ممتازة موجهة والتزديد بعيدة بعد كورة راسية في بداية الشوطة الثانية على القايم الايصر لمرمى الحال سيمان بن ايوب يانيكن جانك هذا ما يعنيش يعني طبعا قل التمكانية هذا اللعب عنده قيمة كبيرة يانيكن جانك في وجوم الترجل الى التونسي والكورة فتشه واجلي شبيري واجلي شبيري يتمكن من المرور يوزع والتوسيعته بعيدة بعيدة التوزيع يمشي الى امير حاجب سعود يعيد التوزيع الكونة ترجع من الدفاع وليد الهيشري ثم مجلي تراوي كورة عند النادي الافريق وسامة الحديد والرأي تميس من المساعدة الحكم هل تتواصل السلسلة الوردية والايجابية لميشيل ديكستان وترجل الى التونسي اربع دقائق كوقت مبدد نلعب الان تكيكة تساوث ميني اذا اربع دقائق اه اشير لنا زمينة في المنسقة البث المباشر اذا عبد الغفار طبعا حكم اضاف اربع كوقت مبدد كورة في دفاع النادي الافريقي بلال العيفة بلال العيفة ثم اه مهدي صايسي ترجع لبلال العيفة شكر الارقاعي بلال العيفة والضغط من ترجل الى التونسي كريم العواذي والكورة تخرج الى الركنية الضغط كريم العواذي الصعوبات المرور من النادي الافريقي يعني الضغط كان واضح من الترجل داخل مناطق النادي الافريقي وافتكاك الكورة اتابركني عبدالحاق بن شيخة منذ عوتو للأفريقي حاقق فوز واحد في البطولة على الولمبي البيجي ثلاثة عادلات وزوزها زي طبعا دون احتساب لقاء اليوم اللي مازال متواصل والكورة ترجع الى التماس تميس لسالح ترجل دي تونسي خليل شميم ليانيك نجانك خليل شميم والكورة ترجع من الدفاع لسالح النادي الافريقي ثم يخذ كريم العواذي كريم العواذي على الجهة لسال يحاول والأرقني مرة أخرى لسالح ترجل يضغط الترجل في مناطق الافريقي في نهاية المباراة دقيقة في الوقت المبادد يعني مازالوا ثلاثة دقيقة على نهاية المباراة بصفة نهائية كريم العواذي خالد المولهي خالد المولهي يرجع بالكورة لخليل شميم ثم المخالفة يعني الحكم لسالح النادي الافريقي ترجل رياضي سجل ثلاثة وعشرين هدف دون احتساب طبعا زوس هدف في التالي قائل يوم وقبل أربع هدف فقط كأحسن دفاع دايما دون احتساب مباراة اليوم كورا لسالح النادي الافريقي ولا تسلل اتسلل الراية من مساعد الحكم بد ايزي كيل لدفاع الترجي رياضي توسي النادي الافريقي سجل خمسلاش الهدف دون احتساب هدف اليوم وقبل ثمانية يعني مرتبة ثالثة على مستوى الدفاع بعد ترجي ونادي البنزرتي ولكن المشكل يعني كان في الهجوم بالنسبة لنادي الافريقي لسجل خمسلاش الهدف فقط كورا الطويلة ترجع من اوسامة حددي ثم سامة حدربالي والتميس لصالح الترجي بالمناسبة الهدف رقم ثمانية اليوسف لمساكني اليوم في هذا اللقاء هدف ثمانية في بطولة هذا الموسم والكورا تعود من وليد الهيشري في الدفاع وليد الهيشري والتماس لصالح النادي الافريقي النادي الافريقي اللي يسجل بالمناسبة اليوم الهدف رقم 100 في سلسلة مواجهاته مع ترجي ريلي تونسي طبعا ارقام زميننا عماد الكلامي كورا تعود في التوزيع والدفاع ترجع لكورا لصالح ترجي ريلي تونسي خالق المولي لكريم العواذي الهجوم المعاكس العين والمهدير صايسي لكن يمشي خليل شمام والكورا متاعه مباشرة للحار سيمان بن ايوب 47 دقيقة و45 ثانية يعني دقيقة وبعض الثواني لنهاية المباراة ترجع لكورا في مناطق النادي الافريقي ورايا ضد يانيك نجانك صعب تسع اهدف في تشكيلة ترجي ريلي تونسي وكيما قلت يوسف لبسيكن اضاف هدف اليوم اصبح في رصيده ثماني اهدف ترجع لكورا من خليل شمام لصالح ترجي ريلي تونسي المتقدم بهدفين مقابل هدف كريمة العواذي وال المخالفة لصالح ترجي ريلي تونسي في الدقيقة الاخيرة او الثواني الاخيرة من ذي المباراة ننتظر تنفيذ المخالفة قد تكون الكون الاخيرة في هذا الدربي رقم 111 بين الفريقي وتنفيذ المخالفة لصالح ترجي ريلي تونسي تنفيذ المخالفة بين يوسف لمسيكني ويانيك نجانك طبعا يربح بعض الثواني الجولة القادمة ترجي صديف الملعب التونسي والافريقي ينزل ضيف على قوة في القفسة ولكن كل فريق تنقصوا مباراة في البطولة الترجي يلعب مع مستقبل جابس وكذلك النادي الفريقي مع مستقبل جابس يعني نفس المنافس ويوسف لمسيكني يتحصل انظار انظار يوسف لمسيكني قلت المباراة المتخرى من السودفة بنسبة لنادي الفريقي والترجي ضد نفس المنافس مستقبل جابس في جابس الجولة السيتسة بالنسبة للفريقي والجولة الثلتاش بالنسبة للترجي وفي يدي القاونة باللبط ذن الحكم فؤاد البحري يعلن عن نهاية هذا الدربي دربي العاصمة بين النادي الفريقي وضيف الترجي للتونسي بفوز الترجي على النادي الفريقي بهدفين مقابل هدف ايزي كيل يفتتح انتيجة قيقة 41 في الفترة الأولى لصلاح الافريقي قيقة 72 يوسف لمسيكني يعد الانتيجة حافقة 80 كريم العواذي يمضي على الانتصار رقم 41 في تاريخ